أنا بشتغل على المشاركات أو إنشاء مصانع جديدة ده عن طريق إبدأ ده في المحوارها الأول صحي كده؟ فكرتنا في إبدأ أن القطاع الخاص أكتر كفاءة من القطاع العام ودي حاجة التجربة أثبتتها على مدى يعني 60 سنة فاتت فإحنا بيبقى المستثمر من القطاع الخاص بيعمل الدراسات الفنية بتاعته والدراسات يعني بيشوف المشروع ليه ربحية مجدي مش مجدي فبيلاقي المشروع مجدي بيجي بيقدم لنا الطلب فصاحب الفكرة أو المستثمر بيعمل دراسة الجدوى ويجيبها بنيجي بندرس الطلب بتاعه وغالباً إبدأ بتدخل في مشاريع بيبقى فيها كونسورتيوم مستثمرين أو كونسورتيوم مصنعين حيستهلكوا السلعة اللي بينتجوها فبس بيبقوا عايزين إبدأ كدور تنصيقي ما بينهم وفي مشاريع تانية بيبقى هو عايز يحس أن يعني هو خايف أن هو يستثمر لوحده أو عايز يحس أن في مبادرة موجودة معي المبادرة دي حتسهله كل العقبات اللي بتقابله فبييجي لمبادرة إبدأ إحنا عندنا شركة إبدأ لتنمية المشروعات دي الزراع التنفيذي للمبادرة الشركة مملوكة لمؤسسة حياة كريمة مؤسسة مجتمع مدني فبيبقى عندنا أريحية شوي نحن بنتعامل بقوانين وقواعد القطاع الخاص فده بيريح المستثمرين وفي نفس الوقت بيبقى محسسهم بالأمان فلما بيجي المستثمر بيقدم الدراسة بتاعته بنقوله طب معاك مستثمر أجنابي عشان نضمن إن إحنا هنصدر وعشان نضمن برضو إن حيبقى فيه تطوير دايما للمنتج بنعمل الدراسات إحنا كمان وبنرجعها بنشوف حنوفر التمويل إزاي المشروع إيه الحاجات اللي إحنا نقدر نسهلها إزاي أنا أختصر وقت تنفيذ المشروع بدل ما الجدول الزمن عشان المشروع يتنفذ يبقى مثلا في السنتين وثلاثة لا إزاي إبدأ تقدر تحركه ويتنفذ في السنة إزاي يعني أسعده في اختيار المكان الأمثل لي إنه هو نعمل المصنع بتاعه الإجراءات كلها بسهلها له بأسرع وقت ممكن بتعامل مع كل الجهات وعشان المبادرة برضو بقى فيه متابعة أسبوعية من سيدة الرئيس فده بيدينا يعني يعني بيخلينا صحيح عندنا يعني إن إحنا لازم ننفذ المشروع بأسرع وقت ممكن بس بيخلي برضو كمان يعني المستثمر بيبقى حاسس يعني عنده شعور بالأمان وعنده اعتقاء يعني بيبقى عنده بقى خلاص يعني إيه كافة التسهيلات المطلوبة بتتعامل فنقدر إن إحنا يعني في أسرع وقت ممكن أقل الأكبر قدر من فاتورة الوردات أو إن أنا أزود الصادرات